استنكرت عشائر الحمودي في قضاء الزبير بمحافظة البصرة تهديداته واثق البطاط زعيم ميليشيا الجيش المختار للضابط علي الشياء الذي قام باعتقال رجل دين إيراني متهما بتهريب مادة الزئبق وحملت العشيرة البطاطة والحكومة مسؤولية أي شيء يتعرض له الضابط وعائلته فنشاهد بيان لعشائر الحمودي بن مالك في البصرة تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي تصريحات وتهديدات سيد واثق البطاط وهو يتوعد أبنائنا بالانتقام لقيامهم بتأذية وتنفيذ واجبهم الوطني والقانوني والرسمي ومسؤوليتهم الشرعية والأخلاقية بحماية الوطن وثرواته وشابه الجريح المبتلى بالأفاع والتماسيح والذئاب البشرية التي تنهش بهذا الشعب وثرواته المستباحة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة في إيمانها وولائها الوطني ولأجل هذا كله نطالب عشار السادة البطاط في العراق كافة اتجاه موقفها من المدعو السيد واثق البطاط في قضية الرائد علي شياع سعيد القانونية والقضائية والعشائرية في حال تعرض أي من أبناء عمومتنا للأذى والاستهداف كذلك نطالب الحكومة المركزية والمحلية لاتخاذ إجراءاته الفورية لردع كل من تسول له نفسه للدفاع عن المجرمين والخارجين عن القانون